ترد الأوضاع الاقتصادية في سوريا تستغلها إيران في بسط نفوذها عبر تجنيد الشبان إلى ميليشياتها والشراء الأراضي واستملاك العقارات بهدف إحداث تغيير ديمغرافي تقرير حقوقي سوريا فاد بأن الميليشيات تقوم بإغراء الشبان والرجال بالمال للانخراط في صفوفها فضلا عن استقطاب عشائر عدد عناصر الميليشيات الإيرانية غرب الفرات بلغ 25 ألف عنصر بينهم نحو عشرة ألاف سوري وقرب حلب تستمج عمليات التجنيد حتى وصل عدد المستقطابين إلى نحو 645 شخصا منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع فبراير وفي حمص أشار المرصد إلى أن جمعية خيرية تعمل على استقطاب الشبان وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكريا لحماية خط نصف تابع للإيرانيين وإمدادات الميليشيات تقرير حقوقي سوري آخر أفاد بأن الميليشيات التابعة لإيران تعزز تواجدها على الحدود العراقية السورية وتحديدا في القرية الهر الواقعة بريف البوكمال على الحدود السورية العراقية شرق دير الزور عبر استقدام تعزيزات عسكرية منذ مارس كما تنتشر في ريف حلب والمناطق الواقعة بين دمشق والحدود اللبنانية وتحديدا في القلمون مكان انتشار حزب الله الذي يعمل على استملاك الأراضي بعد العمل على طرد سكان من هذه المناطق شيرلان فطيري العربية